موسيقى زي النهاردة في عام 2014 قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التبرع لسندوق تحيا مصر حقيقة وفيا بوعده بالتبرع بنصف الراتب والتنازل عن نصف ما يملك لصالح الدولة وده الحقيقة كانت رسالة واضحة ومباشرة جدا عشان يدعم روح التضامن والتكافل ما بين أبناء مصر في مرحلة كانت صعبة جدا جدا وحرجة كانت بتمر بيها بلدنا وما نقدرش ان احنا ننساها والحقيقة من الاعلان ده بدأت صورة التنمية الشاملة اللي بتشهدها مصر ولسه ان شاء الله هتشهدها في الايام اللي جاي من تاريخ من تاريخ تأسيس هذا الصندوق زي النهاردة في 2014 عمل صندوق تاحية مصر كحاجة معاونة أو جهاز معاون وموازي لأجهزة الدولة من خلال ست محاور عمل هي الرعاية الصحية الحماية الاجتماعية التنمية العمرانية التنمية الاقتصادية دعم التعليم والتدريب مواجهة الكوارث والأزمات والحد ما تطور دوره ليصبح كيان يبادر وينفذ مشروعات ومبادرات يعني هدفها الأساسي دائما هو حياة كريمة للمواطن والإنسان المصري طيب هو أهمية ثقافة العطاء والتضامن والتكافل ما بين أبناء الوطن دي سوابها قدئيه كبير عند ربنا سبحانه وتعالى وقدئيه سوابها كبير جدا بالنسبة نفسنا كمان إن احنا بتفرق جدا في طاقتنا الإيجابية وبتفرق جدا في ارتباطنا بالوطن والانتماء ليه كل ده احنا نتكلم فيه مع الدكتور الإعلامي والإذاعي حسن سليمان اللي بيتجدد لقاءنا به كل يوم أربع وبنسعد به دايما يا دكتور تحياتي لحضرتك أهلا بيكي أستاذ آية وأهلا بيستاذ المشاهدين جميع أهلا بيكي ثقافة التضامن والتكافل ما بين أبناء مصر دي قدئيه ليها رصيد كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى وليها رصيد كمان بيعود لنا بشكل كبير في أنفسنا نعم طبعا لا يخفى على الجميع ما أحدثه سيدة الرئيس منذ سبع سنوات وفي نفس هذا اليوم زي ما حضرتك تفضلت فعلا بهذه البادرة الطيبة التي أسميها بيت مال كما كان سابقا يسمى بيت مال المسلمين وبالفعل استطاع أن يكون قدوة لكثير من المصريين يعني لن أكون مبالغا إذا قلت لجميع المصريين رجال أعمال نواب وزراء موظفين كل مؤسسات الدولة تقريبا ساهمت في هذا الأمر تطلعا أو تقليدا لهذا القدوة الذي رأوه في سيدة الرئيس بالفعل حينما تبرع بنصف راتبه وحينما تبرع بنصف ما يمتلك كانت مادرة طيبة جدا وكانت نواة لهذا الصندوق الذي بالفعل نرى آثاره واضحة في جميع مفاصل الدولة وفي جميع سبل التنمية الشاملة بالفعل كما تفضلت فعلا في المجال الصحي في المجال التعليمي في مجال التنموي في مجال الشباب في مجال الكورونا الحديثة والحقن الأخيرة التي يتناولها الناس جميعا بالإضافة إلى الإسكان بالإضافة إلى كل المناحي اللي بتخص حياة الإنسان تخطط مجهودات هذا الصندوق فعلا وعبرت البلاد إلى أعمار غزة فكل هذه الأمور تعتبر من منتجات هذا الصندوق بالفعل الذي يتعاون تماما مع الموارد المالية للدولة ولكل مؤسسات الدولة بالفعل فحقيقة يعني نستبشر خيرا بهذا الأمر بالضبط هل ده كان بشكل كبير لرصيده عند ربنا سبحانه وتعالى لا شك أصلا أنه يكرم البلد ويسطر عليها زي ما بنقول كده لا شك أصلا نحن مرينا بتحديات كبيرة جدا 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 أجسد أيما هو أصلا يعني التكافل ليس هو تكافل مادي فقط وأنه هو تكافل معنوي الكبير مع الضعيف والضعيف يلجأ إلى الكبير وهكذا فهذا هو لون من ألوان التكافل والتضامن بين أفراد الشعب إذا الشعب بالفعل وجد هذه الفرصة في أن يكون الكبير يعطف على الصغير والصغير ينتظر معاونة الكبير وهكذا يصنع لون من ألوان اللحمة بين أبناء الشعب هذه اللحمة هي لون من ألوان التكافل العظيم والذي ينشئ التضامن فيما بينهم فيصبح مجتمعا ناضجا مجتمعا متماسكا مجتمعا يصل به إلى مراحل من مراحل الدولة التي ينظر إليها على أنها دولة بالفعل قوية قوية وتترابط فيما بينها طيب لو نستشهد كده من التليخ الحقيقة يمكن أن يكون مواقف ممثلة أكيد أكيد النموذج الأعظم في هذا الأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة كان سيدنا رسول الله أرسق وعد هذا التكافل ليس فقط في المدينة المنورة كما يعلم الجميع من أنه قد آخى بين المهاجرين والأنصار وإنما أيضا صنع هذا الصنيع وهو في مكة حينما أخى بين المهاجرين والمهاجرين لماذا؟ لأنه كان في طبعا ممن دخل إلى الإسلام كثير من الضعفاء فأراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم الثقل وأن يكون لهم الحماية من روجل قوي وأيضا حينما يكون هناك من الذين دخلوا إلى الإسلام فقراء فآخى بينهم وبين هؤلاء الأغنياء ممن دخلوا الإسلام وبالتالي فأصبح هناك لون من ألوان التضامن والتكافل بين المهاجرين والمهاجرين كان والي بناء الدولة حينما التي ستنتقل بعد ذلك إلى المدينة فآخى بين المهاجرين والأنصار فأصبح لون من ألوان المسارعة من التاريخ يذكر ما صنعه الأنصار ولم يحدث على وجه الأرض على الإطلاق في أن يتنازل الأنصار عن ليس ماله فقط وإنما إلى زوجاته أيضا لم يوجد في التاريخ الفطرة النفسية نفس الإنسان لا يمكن أن تتنازل عن زوجه إلى رجل آخر ولكن لأن الإيمان هو الذي رسخ في القلب أكثر من حبه إلى مغريات الدنيا كاملة من مال ومن زوج ومن 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 فالإيمان طغى على هذا الأمر فأصبح هناك عقيدة تسمى المؤخاة بينه وبين هذا المهاجر فأعطاه نصف ماله وأعطاه عدد من زوجاته نصف زوجاته تماما حضرتك شرط لوصف يعني مش عايزة كده أمر عليه كده مرور الكرام حضرتك قلت زي بيت المال نعم إيه حكاية بيت المال؟ بيت المال المسلمين ده طبعا كان لون من ألوان منافذ مختلفة منها الصدقات منها زكاة المال زكاة المال وخاصة حينما فتحت الأمصار المختلفة وكان هناك أموال كثيرة جدا جدا ترد إلى بيت المال هذا البيت ينظم حياة المسلمين بعد ذلك فيعني يعني القصص والتاريخ يحكي لنا كتب السير حتى في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز حينما اقتضى بيت المال بهذه الأموال الكثيرة فلم يجد لها مصرفة لأن كل الناس قد يقتند فأصبح ينادي من يريد زواجا زوجناه من عليه دينا سددنا عنه دينا من كذا من كذا من كذا وبالتالي فأصبح يعني ليس هذا فقط للمسلمين وإنما تعدى ذلك أيضا إلى الأجنس الأخرى الملال الأخرى الديانات الأخرى كل من كان يوجد على الإنسان في الدولة الإسلامية من يهود أو مسيحين أو غير ذلك أو مجوس كان لهم نصيب من بيت المال هذا البيت الذي يستظل تحت ردائه تبدو السلام مهمة أوي أوي يا دكتور يعني فكرة أن بيت المال كان لا يختص فقط بيئة المسلمين فهو يخطب أي إنسان موجود على هذه البقعة وبالفعل تم ده سيدنا عمر بن عبد العزيز كان حينما وجد بأن المسلمين جميعا قد اغتنوا وليس هناك من يريد زواجا ولم يزوج وليس هناك من عليه دين ولم يسدد كل هذه الأمور نظر إلى النصارى واليهود وكل من فيه هذه تحت مضلت الدولة الإسلامية وقال سدوا عنهم ديونهم بل على العكس سيدنا عمر بن الخطاب حينما رأى هذا اليهودي الذي يطلب المعونة وقد كابر سنه فأمر بأن يكون وطبعا هؤلاء عليهم الجزية ولكن أسقط عنه الجزية بل وأعطاه راتبا من بيت مال المسلمين هذا لون من ألوان التكافل العظيم بين طوائف الشعب بين طوائف الإنسانية كما حدرت تفضلت بالفعل تحت مظلت الدولة الإسلامية لا يختص بها المسلمون فقط وإنما كل من يسكن في هذه البلاد نال قصطا وافرا وعظيما من هذا التكافل الذي يبني الدولة بناء عظيما بناء مشرفا يشرف به الإسلام وهم تماما تحت مظلة الإسلام يشرفون بأنهم تحت مظلة وتحت لواء الدولة الإسلامية إزاي أقدر أدرب نفسي على ثقافة العطاء يعني دايما عدم العطاء ده بيصنف أنه هو نوع من أنواع البخل البخل نعم بشكل كبير جدا والبخل ده يعني من الصفات المذمومة بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى والحقيقة كمان حتى بيعود على الإنسان بشكل ضر جدا بشكل غير مباشر يعني حتى في بركة الرزق وأيا كان ولكن البعض يفتقد البصيرة في هذا الموضوع ولا يدرك يعني قيمة وبركة العطاء بالنسبة لرزق لربنا سبحانه وتعالى يعني من خلله زي أقدر أن أنا أدرب نفسي على العطاء أدرب نفسي على التكافل للأضعف أو اللي محتاجني أو اللي محتاج اللي ممكن أكون باتبرع بجزء منه بس بيفرق معاه كتير قوي 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 في حياته يمكن الإجابة على هذا السؤال لا تشتمل على النواحي الدينية فقط وإنما النواحي النفسية فلسفة العطاء نفسها ينظر إلى هذه العين التي يعطي إليها ولم يقصر في هذا العطاء ينظر إلى أنه دينيا إذا أراد أن يكثر هذا المال وينميه فعليه أن يعطي يعني تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البرة حتى تنفقوا مما تحبون وبالتالي فأنا أحب ما الذي أحبه أنفقه منه يأتين الرغد الكثير إيش اللي أنا مش عايزه فالطلاقا فالحسنة بعشر أمثلها يعني هناك حتى بعض الأقطاب كان يقول إذا أردت أن يكون عندك مالا وفيرا فتبرع بما عندك انفق ما عندك سيأتيك الأضعاف والأضعاف لأن وعض الله سبحانه وتعالى بأن الحسنة بعشر أمثلها إلى سبعمائة ضعف وبالتالي حتى القصة التي يذكرونها دائما بأن سيدنا علي حينما أخذ أهدية بعشر التفاحات وأتى إليه الصحابي بتسعة فقال له لا لا أستلمها لماذا؟ قال لأني تبرعت وأنفقت في الخير تفاحة فلابد أن تأتيني عشرة فكيف تأتيني تسعة ورفض وقال له بالفعل هي عشرة وإنما أخبأت هذه لأرى ماذا ستقول وبالتالي فبالفعل هذه نظرة إذا ما الإنسان تعامل مع أخيه الإنسان بهذا الوضع وبأنه حينما ينفق يعلم تمام العلم أن هذا الذي أنفق عليه له حق عليه له حق عليه فالمجتمع الإسرائيلي يعني مش تقرم منه له حق معلوم للسائل والمحروم هذا الشخص يعني حتى الحكمة القائلة إذا وجدت فقيرا يتكفف الناس فاعلم بأن غنيا منعه حقه منعه حقه وبالتالي فلابد أن يعلم ويدرك كل من في المجتمع بأنه كما له فعليه فهذا الغني أنت لك كثير وكثير وعليك كثير وكثير هذا الفقير لا يأخذ شيئا ليس من حقه وإنما هو حقه على هذا الغني إن لم تكن زكاة فهي صدقة أنت مجرد سبب أو وصيد وصيد أنت وصيد بين رب العباد وبين هذا وهو لون من أنوان الابتلاء والاختبار هل ستؤدي الأمانة أم لا فإذا ما استشعر هذا الأمر وطابت نفسه لهذا الفقير لأنه هو الذي يحمل عنه أوزاره أو يسقط عنه أوزاره كان بعض العارفين يقول أهلا بمن أتى يحمل عني وزري أهلا بمن أتى يوصلني إلى الجنة فكل هذه الأمور ليست مكرمة من الغني طيب أنا لو كان رزقي المادي محدود نعم هل العطاء منحصر فقط من النحية المادية ولا ممكن يتم العطاء بصور عديدة جدا يستاذ آية العطاء ليس ماديا فقط وإنما هو عطاء مادي ومعنوي تبسمك في وجهي يا أخي كصدق يعني هذا الفقير الذي يطلب مني مالا وليس عندي ولكنني حينما تبسمت في وجهه ولم أنهر هذا لون العطاء على الأقل لم تكن هناك كسرة نفس لهذا الشخص وإنما تقبل الأمر بوجه طلق وبوجه بشوش بل على العكس حينما يجد هذه الابتسامة الطيبة دليل على أنه ليس معه شيء يعطيه هذا الآخر يعني يعني يسعد بهذه الابتسامة ثم يدعو لك يدعو لك هذا هذا عشان كده برضو لازم نقول أن في ناس ممكن تكون بتساعد بعض الناس مدياً ولكن الصدقة اللي بيتبحها أذى لا 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 الأهديم والمعيرة ويعني الكلام ده برضو احنا بنشوفه للأسف في مجتمعنا كتير أنه هو يبقى فيه زل يعني زل بالنسبة للفقير وهو يعني يفكر أن ده نوع تكرم منه أنه هو بيدي له صدقة أو أي صدقة يدعوها أذى فهي ليست بصدقة ولا تحسب بل تكون عليه وبالاً تكون عليه وبالاً لأن الصدقة السيدة عائشة كانت حينما تتصدق كانت تعطر الضراهم لماذا؟ لأنها يعني حينما سئلت وسؤل الرسول صف تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير وبالتالي فلابد حينما أعطي هذا العطاء يكون عطاء حسناً بالإضافة إلى أن يكون بوجه طلق فيه ابتسامة فيه لون من ألوان التوادد لأنها في يد الله قبل أن تكون في يد الفقير أنا أشكر حضرتك شكراً جزيلاً وكالعادة بنستفد من علمك وخبرتك دكتور حسن سليمان الإداعي والإعلامي وشكراً موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام في متابعة حلقة النهاردة من برنامجكم الحقيقة تقبلوا تحيات فريق العمر وتحيات أيا عبد الرحمن وأشوفكم على خير الأسبوع اللي جاي إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر